من حقك تقعد ديتين ونص. عشان يسألك سؤال محرج. اه. هو فيه صحيح اه نظرة تخليك تشبع بس ما تكلميش عمراتك دلوقتي. طيب. عشان ما تقولش مراتي وكده عشان دي ما تبقى اجابة تقليدية. دي على راسي اصلا. اه. لا ما طبعا. اه. احنا فيه نظرة تخليك تشبع سنتين. عشتها كتير ولا كم مرة ولا. والله يشوف بقى. عشها كتير اه. بالاجابة حقيقية وحتى حتى هتلاقي الاجابة عند مراتي نفس الاجابة. انا شوف طفل جميل. بحس اني انا شبعت من كل الدنيا. لما شوف طفل. انا يطوع على طفل كده جميل. وآآ يعني. بحس بببب. ويا سلام لما يكون طفل مبتسم ودم وخفيف وناغش كده وكده. دي المسألة دي بالنسبة لي بتبقى. عجباكو الاجابة. عجباكو الاجابة. عمش هي يعني عشان قاتر. والله انا مش بكزب. والله والله يا محمود مش بكزب. انا فعلا. بس احنا بنتكلم عن حلوة لديه شبكة عشان ده اتفاكها. اه. والله في حد يزعل انه شوف حاجة وحشان. لما الحكس. لما الحكس. يعني انا حتى لما بشوف حاجة حلوة بقول لمراتي شوفي دي ايه حلوة. مزعلش. لمراتي حبيبتي وصدرتي وصاحبتي. لاني بكلمك على روعة مرسي. كان عنده صور بديعة. اه. يعني يقول لك نظرة تخليني اشبع سنتيج. اه. وعشان كده حيتلع مهرية. اه طبعا بالزبط كده. اه. بالزبط طبعا هو كان شعر عباري. بتجي لك افكار احيانا تطلبها من اصدقائك الشعراء. اه بيحصل. بيسلك عليه بك شده. سلكة المايك على كده. اه بيحصل. بيحصل. اه. طب مسلا تقول لي فكرة اخيرة جات لك اه خليت حد من اصدقائك. اه يعني هي بتبقى في حاجات اه مسلا يعني اه طلبت اه من اه ده من زمان يعني حاجات اه موضوعات كتير اترحتها وغنتها. الناس تحب اعرف اغنيك وتحب اتعرف. اه يعني لان انا برضو برضو خلي بالك يعني احنا 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 مش ازا كرة مش نسعفني بالزبط. بس في زي ما في احيانا حاجات بتتعرض عليك وتبقى متلحنة وجهزة بتسمعها. طبعا طبعا. ففي حاجات انا كنت تبقى بحس ان انا مسلا عايز. يعني مسلا زمان ايام ما كنا بالالاغاني اللي كان متعرف عليها في الحب. كانت دايما بتحسسك كده ان الراجل عنده خنوع. يعني شيء من الخنوع. دايما متعزب. ودايما متشحتف. ودايما يستنى بصة ويستنى كلمة ويقعد يحب في القولة في الاخر. يعني في حاجات كتير كانت بتحصل كده زمان. اه جيل يعني لما جيل بتاعي اواني يعني ما اه ابتدينا يعني او انا شخصيان بتتحس انهم انا عايز اه اه في موقف شوية ننفعش الخنوع زي وكمان التفاصيل السؤالي فلا ازا غنينا بقى انا مش ميكي وغنينا انا مش ميكي يعني الدين بتتعرف بسرعة وبتطير اه فلازم بقى عندك موقف بس كان فيه المدرسة متعرف عليها كده في الحب هي بتاعت الراجل بخانع دايما جانت الحاجة من كده كان هي عدي تحت الشباك ويعد مش مش عارف مشكلة عم حمد عمو طلب من ايو ما تروح لك بالسيدة السيدة الحسين دي تاخد ثلاث دايما بش مشكلة خالص اه بس متعذب اه يعني دي الفكرة ده المورال انه الراجل كان دايما متعذب في الاغاني زبا احنا حاولنا نغير ده شوية بس